مع كل أزمة اقتصادية يشهدها العراق يعاد الحديث عن ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي وجلب الاستثمارات غير أن العراقيين يدركون أن هذه الدعوات لا تكاد تجد لها تطبيقا على أرض الواقع بسبب تضارب القوانين والفساد والبيروقراطية الإدارية محافظة النجف تشهد اليوم هروبا جماعيا للمستثمرين العربي والأجانب بسبب فرض المسؤولين عليهم دفع اتاوات تصل إلى 20% من قيمة المشروع ناهيك عن القوانين التي تكبل عملهم الآن نوعا من الفشل صار أنه يوعدون المستثمرين أن يأتي للعراق ولكن هناك رح يجد روتين وصعوبات ومشاكل كبيرة جدا لماذا؟ بسبب المحاصصة عندما يراجع البلدية البلدية تابعة على جهة سياسة معينة أو يراجع الماء والمجار والكارباء فإنها لكل مؤسسة تابعة على جهة سياسية معينة إذا ما تتفعلها ما تكمل شغلتك فالنافذة الواحدة كذب الماثيات والفساد المالي والإداري والبيروقراطية جعلت من قانون الاستثمار والاستثمار بعيد عن طحواه وبالتالي نلاحظ الآن عندنا في النجف الأشرف جميع المشاريع الاستثمارية هي لأحزاب وكتل ولأشخاص محسوبين على أناس مسؤولين وبالتالي أفسدت المشاريع الاستثمارية جميعا ومنحت الإجازات الاستثمارية على أناس لم يمتلكون ولا يعرفون الاستثمار وفضلا عن المحاصصة التي تسيطر على مفاصل الدولة وتلزم المستثمر بتوزيع مبالغ طائلة يتحدث خبراء ومحامو شركات هاربة من الاستثمار في النجف عن مساومات وابتزاز تمارسه الميليشيات المسلحة خصوصا مع الشركات الأجنبية البلدية يريد نسبة من عندها 10% على الاستثمار أبو الاستثمار يريد ما عندها نسبة 10% وهي رشاوي أبو البلدية وأبو المحافظة وبنهاية الأمر يوصل المشروع إلى 50% للمستثمر و50% رشاوي فهذا المستثمر الأجنبي ما متعود على هذه الآلية ولا عنده ممارسة لهذه الآلية ولا يعرف ينطيره شو أصلا مستثمر جاي باني قواعد بصورة صحيحة بدول أوروبية وخليجية فبنهاية الأمر أنت ما رح تشوف اليوم مستثمر موجود بالشارع خلصنا بعد هذه النسب كلها من البداية للنهاية رح تدخل علي الفصائل المسلحة والأعزاب المسلحة باعتبار بلد بإرهاب وغير أمين والقوات الأمنية بضعيفة فبنهاية الأمر شير دون ما عنده؟ دون ما عنده نسبة أيضا هل الاستثمار بالنجف بالمستوى المطلوب؟ لا دون المستوى المطلوب ودون المستوى المطلوب بكثير يحتاج سبق وأن بينا ووضحنا يحتاج إلى خارطة استثمارية هذه الخارطة الاستثمارية توضح بها كل الفرص الاستثمارية إقرار واضح من السلطات الحكومية في النجف بفشل المشاريع الاستثمارية في المحافظة لكن المعالجات تبقى قاصرة عن بلوغ الحلول بسبب تشعب الأسباب التي لا تقتصر على الفوضى القانونية وإنما تتعداها إلى فوضى السلاح وسيطرة المصالح الحزبية والمنافع الشخصية التي باتت تحكم جميع مؤسسات البلاد